طبعا الخير من اليوم انا اتكلم قليلا عن اللي بيحصل في امريكا وأيضا اتكلم عن حاجة انا ابتديت المح بيه شوية فكرة ان ليه العرب بيروحوا للجمهوريين دي العدة اسباب زي ما قلت بعض العرب يظن ان انا جمهوري ده معناي انا بقيت غني بقيت شيء يعني من المظاهر بتاعت لان لو قال انا ديموكراتي اللي هو الفكرة الشائعة عن الديموكراتيين ما بيفهموش في البزنس الديموكراتيين فؤرة بالعكس تماما هتلاقي معظم الشركات النجحة في امريكا صحابة ديموكراتيين يعني اما تلاقي مثلا كاسكو كاسكو ده محل ضخم يعني من المحلات الضخمة ومن اكتر المحلات اللي هو بيتسمى يعني زي ويرهاوس يعني محل زي مغدن انت بتدخل بتشتري منه كمياته ومش حرف ايو اكتر اللي بيبقى فيه اشتراك بتدفعه في السنة ودولا هو من اكتر نجاحا من اكتر محلات نجاحا هتلاقي برضو صحاب بتاع ستارباكس هتلاقي حتى بيل جيتس ساعات بيبقى هنا يعني بيل جيتس في الناص بس هتلاقي بيميل للديموكرات شوية هتلاقي جورج سوروس يعني فيه ناس بتعيب على جورج سوروس وكذا بدون اي معرفة باي حاجة هتلاقيه هتلاقي ناس كتيرة من الأغنية الأمريكان والصحاب المحلات والشركات الكبيرة في الحزب الديموكرافي ومن ضمن الحاجات برضو ان تلاقيه هما العرب فاكرين او في الفكر اللي هو القديم او المزاعف في الناس ان الديموكراتيين شوعيين واشتراكيين ومش عارق ايه الالحاد وكذا معين بالعكس هتلاقي مثلا في ال اولا الاشتراكية حتى لو انت اشتراكي مش معنى اشتراكي فيه فرق بين الاشتراكية والشيوعية وايضا مش لازم ترتبط بالالحاد يعني الالحاد ده انا شفت رقسماليين ملحدين اكتر من الاشتراكيين يعني انت ممكن تبقى اشتراكي ومؤمن بالله ممكن تبقى رقسمالي وملحد يعني هنا في امريكا يعني ممكن اكتر من نص الرقسماليين اللي هما فعلا رقسماليين هتلاقيهم ملحدين ما لهم في دعوة بحاجة وبالعكس صحيح هتلاقي ان معظم الاعضاء الديموكراتيين هتلاقيهم كاتوليك والكاتوليك صفة عامة بيؤمنوا بالتدين الفعال اللي هو اللي فيه فعل فيه براكتس يعمل خير هتلاقي مثلا عضو الكونجرس دوان لما بيروح اجازة ولا بيروح حاجة بيطوع في الكنيسة في الشتاء مش عارف يدي اكل سخنة للناس الهوملس اللي ما عندهاش بيوت هيتلاقي فالتدين في الحزب الديموكراتي اعلى من التدين في الحزب الجمهوري وتلاقيهم فعالين اكتر يعني في الحياة بتاعته وحتى ان كان برضو في الجمهوريين كاتوليك طبعا فيه بروتستانت فيه كاتوليك فيه كده هتلاقي الكاتوليكي اللي في الجمهوري افكاره وانتماءاته من زي الديموكراتي يعني كان فيه مناظرة بين جو بايدن سألوا جو بايدن مين اكتر الناس اصارت فيك اللهم الراهبات ليه الراهبات؟ لان هما بيعملوا خير في المجتمع هما بيعلموا بفتحين مستشفيات بقدموا خدمة للمجتمع بور راين لما شئلوه مين اكتر حد اصار فيك؟ قالت لهم اين راين اين راين دي فلسوفة وكاتبة من اصل الروسي جت على امريكا هنا وبتدت تعمل افكار يعني تحث على الانانية يعني هي الفلسفة بتاعتها ان انا وبس يعني لازم انا لساعد نفسي مساعدش غيري وانا مليج دعا بحد وانا لو انا عليت وثلاثة على السلم اقصر السلم فديا حاجة فهتلاقي هنا التدين عند جو بايدن واخد الشكل اللي هو الحقيقي لمعنى التدين خدمة الناس خدمة المجتمع التاني مش ملوش دعوة وهو وبس فالعرب عندهم الهاجز ده انه زي برده فكرة المحافظ هم فاكرين ان العرب مجاله فاكرين كلمة محافظ يعني الستة تلبس بكمة طويل ومتلبس صير ومش عباله كان ده اه الزمان موجود اللي هو ده حزب المحافظ بالمعنى الاجتماعي اللي هو social conservative محافظ اجتماعي دلوقتي محافظ بالمعنى انه مش عايز يصرف يعني مش عايز يدي معونة للناس مش عايز يساعد الناس مش عايز كذا مش عايز كذا فهنا ده الفروق بين لازال العرب عندهم الفكر ان ده المحافظين العرب الماسيحين والمسلمين ايضا يعني هتلاقيهم الاثنين عندهم هذا الفكر ان الحزب الجمهوري حزب محافظ وبرده في البروباجاندا ان ده المتدين وده المشعر لكن الاشياء المستفزة عند العرب ان الديمقراطيين هم اكتر ناس مهتمة بمساعدة الفقرة ومساعدة الناس اللي عندهم عيال ومساعدة المهاجرين وكذا ودايما تلاقي معظم القوانين اللي طلعت للمساعدة قوانين بتاعة اللي حطنها الديمقراطي ان انت تلاقي الرجل او المرأة العربية اول ما بيجوا او المرأة العربية بياخدوا مساعدات من الحكومة يعني معظمهم بالذات لو جايوا مع عيال فهتبوط تلاقيه هو بيجري بياخد مساعدات من الحكومة وهنا طالما عندك عيال بيدوا مساعدات يعني انت لو واحد لوحده او واحد ومراته بس والحالة بتاعتهم بتاعبانة فعب انهم ما ياخدوا مساعدات لما يبقى فيه عيال بيدوا بقى مساعدات للعيلة بحيث علشان خطر العيال مالها الزنب ومش هافيه عشان يساعد بالجليل فبيعودلوا بتاع 10-15 سنة عمال ياخد مساعدات من الحكومة وفي نفس الوقت بيبقى بيشتغل بس بيعمل ايه هنا بقى التحايل بيشتغلوا مثلا 50 ساعة في الأسبوع 20 ساعة بيقيدهم بيدفع لهم ضرائب و30-40 ساعة تحت الترابيزة وبيحوشهم ده غير المساعدات اللي بيخدها من الحكومة غير انه في أخر السنة لما بيجي يقدم الضرائب بيرجع له فلوس زيادة لو ترجعوا للكلام اللي انا قلته في الجزء الاول بتاع ما زيحد بس في امريكا على الكورونا حكاية الضرائب لما تشروع على حاجة اسمها ارن انكم كريدت ارن انكم كريدت دي معناها ان بيرجع لك فلوس فوق الدرائب اللي ات دفعتها طول السنة لان انت دخلك بسيط وعندك عيال والحد دخل معين بيبتدي يعلى الفلوس اللي بترجعك وبعدين بتبتدي تنزل تاني لما بيعلى زيادة عن اللزوم ما بتاخدش فلوس فهو دايما بياخد هو داخله اللي بيديله يعني اعتبر المكسمم اللي ممكن يرجعه غير بياخد تاكس كريدت ده بيبقى تاكس كريدت برضو اضافي فلوس بياخد على العيال فهو اعمال ياخد مساعدة من الحكومة بياخد ارن انكم كريدت بياخد تاكس كريدت بس لما ربنا يفتح عليه بقى او يبقى عاوز هنا بيدخل في صدام ما بيقدرش يروح يشتري بيت زى ما هو عاوز او لو عايز يشتري بيت لانه مقدرش ياخد قارد لانه بيقول انا دخلي بسيط فبيعمل لعبك انه يرجع بلده اذا كان من سوريا اذا كان من مين اذا كان من مين فيعمل انه رجع بلده بيع حاجة وبيرجع بفلوس وبيفتح بقى وبيشتري هناك قانون من اينا لك هذا هذا قانون مفاعل جامد يعني انت المفروض بتديهم حساب البنك لمدة 12 شهر عشان يشوفوا انت دخلك كام وبتصرف كام ويتابعوا الحاجات فتلاقي ان العربي مجرد ما ربنا بيفتح عليه بقى ويفتكر نفسه انه وصل اقطاعيين يقعد يشتم في المساعدات بتاعت الحكومة والناس اللي بتاخد مساعدات في الحكومة والحزب الديمقراطي انه هو بيسهل الناس انهم ياخدوا مساعدات من الحكومة ويبتدي ينقلب على السبب اللي هو ساعده هتلاقي ناس برضو بيتعلم تابع الحكومة ويدخل جمع تابع الحكومة ومش عارف ايه هتلاقيهم برضو حتى في الكونجرش نفسه هتلاقي معظم الناس اللي هي عاوزة تهذم منظومة التعليم المجاني او المنح بتاعت الجماعات او كده هتلاقيهم هم اللي تعلموا تابع الحكومة اللي هم كانوا من اصل فقير واختنوا فالعرب بالذات عندهم الداء ده يعني عرب اللي عايشين محجرين في امريكا حتى فيه من واحد اسمه بن كارسون ده كان ماسك وزير وزير الاسكان مع ترامب ده كان مرشح جمهوري هو اسود مرشح جمهوري للرياسة وما نجحش فالحصل مرة بيسألوه او هو بيتكلم عن نفسه بيقول يعني أنا طول عمري بشتغل وأمي كانت بتشتغل ومش عارف ايه وعمرنا ما خدنا مساعدات من الحكومة ما عادة قال لك ما عادة كانت ساعات الحكومة بتدفع لنا الإيجار كانت ساعات الحكومة بتدينا فود ستامس فود ستامس ده كانوا زمان بيدوا زي كوبونات عاملة كده زي لعبة المونابلي لعبة البنك يبقى فيه فلوس وتروح لسوبر ماركت بتدفع يعني بيبقى الدولار شكله عامل زي الدولار وبتدي الدولار حاجة مثلا باتنين دولار وتدي له اتنين بالكوبونات بس بتقدر تشتري حاجات معينة حاجات أكل وأكل غير مطبوخ وساعات كانوا بيتفع لنا الكهرباء وساعات كانوا بيعملونا كذا وساعات كانوا بيعملونا كذا فانا ما سمعت الكلام ده قلت وهو ده المفروض ايه يعني ده المفروض دكتور كمان بتاع مخه أعصاب وهو نجح ودخل كلية الطب عشان فيه قانون اسمه Affirmative Action لذلك القانون ده بيدي اللي هو زي كوتا كده انت كل مثلا في الجامعة في كل تخصص في كل حاجة في الأشغال بتاعه من المفروض ان يبقى فيه نسبة معينة للناس علشان برده ياخدوا كريديتات وياخدوا حاجات يعني الجامعة او الشركة او المصنع اللي بيشغل الناس كده بياخد مساعدات من الحكومة فهو نفسه بالاضافة للمساعدات اللي كان بياخدها دي يعني هو نجح بالقوانين دي او دخل الجامعة بالقوانين دي فبينقلب عليهم وبيبقى ضد الحاجات دي العرب كده كمان يعني العرب هنا هتلاقيهم عندهم نفس فريط التفكير يعني هو استفاد من قوانينه ومن حاجات وتبصي تلاقيه لما ربنا بيفتح عليه كالعادة بنقلب على الحاجات وبنقلب على الناس اللي بتستفيد من حاجاتنا وبيبتدي يشوح فيهم ويعيب عليهم ولما تجي تواجهه يقول لك لأ أنا كنت مضطرة أنا كنت محتاج طب ما التانين محتاجين وعشان أنت طب ما أنت حس بالناس برده يعني ما أنت تخيل أن لو أنت اللي جاي دلوقتي وفي حد بيقول كده أنت عمرك ما هتوصل للي أنت وصلته من المساعدات ومن الحاجات دي يعني هو لولا المساعدات ولولا كده ما اختنى لأنه هنا لو اشتغله لأنه بيشتغله بيشتغله خمسين ستين ساعة في الأسبوع بس بياخد حاجات تفهة في الساعة يعني تعليمه على قده بتاعه بيشتغل في محل بقالة أو كده هياخد له خمس دولار لأنه بيشتغل تحت الترابيزة فبرده صاحب العمل بيستغل الموضوع ده فما بيشتغله على قل المنموم مواجه القانونية بيشتغله أقل منها فلولا 100 دولار اللي بياخد على كل عيل مع أخر السنة بيقدر يحوش وبعد مثلا خمس ست سنين عشر سنين بيحوش فلوس كويسة لما غير كده ما كانش هيقدر يحوش ف يعني دي من الحاجات اللي دايما بتخليني أفكر وان حبيتها وصلها لكم ان ليه العربي هنا في أمريكا بيتجه للجمهوريين بالرغم ان هو مستفيد أكتر من الديمقراطيين انما هي حاجة نفسية حاجة بترضيه وبترضي غروره لان هو مش عاوز يتقال ان هو يعني مع الناس اللي بتساعد الفقرة ومع الناس اللي بتساعد بس بالعكس ده شيء الواحد يفخر بيه ان هو مع حزب مع المهاجرين مع الفقرة مع كل مع المتساوى بين الناس المتساوى العرقية يعني كل الـ Civil Rights Act كلها جاية من الديمقراطيين ف يعني ده شيء المفروض يعني وده اللي بينفعنا احنا كمهاجرين هنا وحقوق الانسان بصفة عامة مع المساوى مع كده ف وحرية الرأي هم مع حرية الرأي ف دي كانت لمحة يعني بسيطة عشان نكمل موضوع السياسة هنا والعرب فين في الموضوع دون أنا أعتقد وللأسف ودي كتبت عنها كتير أن العرب لا يعرفون أين مصلحتهم في السياسة الأمريكية وأنهم متجهين لناحية الجمهوريين وده مش لمصلحتهم الديمقراطيين أفضل لهم لكنهم كل واحد حر في النهاية لكن المشكلة أنك ليس لأنك وصلت فتحاول أن يعني تكسر السلم الذي وصلت به وشكرا ونشوفكم على خير إن شاء الله موسيقى